اشتركوا في القناة 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 من شوية لازم اختار ايش بقياس رسم مناسب بعد كده احدد عدد النقط التي يتم حساب قيام الدالة عندها اوكي يعني ان الدالة هذا عايز احسب عنده كم وكم وكم اختيار المدى حكيت عنه من شوية ممكن يكون من زيرو ليتن من ماي نص كذا لا كذا يعني زي ما انت بتشوف الشي مناسب اوكي اا تحديد وترقيم محاولة الاحداثيات لان انا عندي احداثيات السينية والصادية اشوف السينية كامل والصادية كامل اوكي؟ اه عشان انا ارسم الدوال في المستوى اوكي؟ المسلا عندي الدالة بتحت واي تساوي ف وفي اكس اكس هي المتغيرة المستقيل واي هي المتغيرة التابع ولطاقة دالة قال لي يقع على محور اكس والماذا يقع على محور ايش؟ واي كل هذا راح نيجي نتعرف عليه اوكي؟ عشان انا ارسم الدالة اللي هي اكس واي قويس في مستوى. اول حاجة انا بعمل ايش؟. عندي الامر تابع اللي هو اسمه ايش بلوت. كل شاء الامر هو الاساسي في الماثماتيكا. امر الرسمي اللي انا بستخدمه. اللي هو ايش بلوت. اللي هو ايش بلوت. طيب بعد البلوت ايش بعمل؟ بكتب الدالة تابع اللي انا حابة ارسمه. اوكي؟ واكتب بعد كده النطاق تابعي اللي هو المتغيرة اللي انا حابة ارسم بعد ذلك ايش? النطاق تبعي بعدين إيش النطاق تبعي أول حاجة الدالة بعدين المتغير بعد كده النطاق بعد كده إيش النطاق النطاق زي ما حكيت عنه شوية من كذا لكذا أوكي طب لو أنا عايز أرثم مجموعة دوال ما في مشكل نفس الشي أنا آيش عايز أعمل حاكتب البلوت أوكي وأكتب الفونكشن ثري فنكشن فور فونكشن فايف فونكشن أوكي فبكتب الفونكشن تبعي بعدين أجي أكتب اكتب المتغير واكتب ايش؟ النطاق اكتب المتغير واكتب ايش؟ النطاق طب الان هادي امثلة راح نشوف هادي الامثلة على برنامج الماثماتيكا ونرجع لانه عندنا بالنسبة للرسم اشياء كثيرة جدا حنشوف كيف نحذف المحاور كيف اننا نكتب على المحاور كيف انه نسمي الرسم تبعنا اوكي فراح نخلص دول ونرجع مرة ثانية ان شاء الله طب اول مثال ايش يقول لي اول مثال اول مثال يقول لي ارسم الدالة اوكي اكس سكوير بلس 2 اكس ماينس 3 في الفترة ماينس 5 و 5 الفترة هاده ده اسم النطاق اللي احنا كنا نحكي عنه اوكي هذا النطاق اللي احنا نحكي عنه فعشان ارسم هاده الدالة حكينا ايش؟ راح نستخدم الامر تبعنا بلوت ونكتب الدالة تبعنا وبعدين المتغير اللي هو المتغير تبعنا هنا الان اكس ونكتب النطاق هذا ايش؟ نتبعي الـ function تابعنا الدالة تابعنا بعد كده اه سوري طيب بعد كده ايش حكينا رح نكتب المتغير والنطاق النطاق من كم الى 5 ايش عملنا الان يا جماعة كتبنا الامر تابعنا وكتبنا الـ function تابعنا وبعدين المتغير اللي انا حابه ارسمه بعد كده ايش النطاق وبعد كده ايش النطاق ورح اعمل shift & enter شايفين هادي الرسمة تابعنا هادي ايش الرسمة تابعنا شايفين الامر جدا 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 سهل الامر جدا سهل الان زي هادي صورة مبسطة جدا للرسمة هادي صورة جدا مبسطة طب اللي بعدها نفس الشي اوكي سوري اللي بعدها ايش عندنا عايزين نرسم الدالة sinx في الفترة تابعنا هادي رح نكتب الامر تابعي بلوت طيب رح اكتب الدالة تابع الدالة تابع اللي هي sinx اوكي بعدين كما وبعدين الكيرل براكتس داخل الكيرل براكتس بكتب المتغير تابعي والنطاق تابعي النطاق تابعي منص 2 باي منص 2 باي وبعدين ايش 2 باي وراح اسكر الكيرل براكتس وامل shift ايان انتر الآن احطونا هاده الشكل تابعي الساين اوكي هاده رسمة ايش الساين طيب اللي بعده برضو نفس الشي رح ارسمي التان اوكي بلوت بلوت بعدين ايش عندنا التان الدالة تابعنا اوكي منكتب الدالة تابعنا وبعدين اجي اكتب المتغير التابعي وبعدين النطاق تابعي منص 3 الى 3 اوكي واعمل shift ايان انتر shift ايان انتر هذا هو الشكل الهندسي ليه التان ليه ايش التان طب المسألة الي باعديها أيش تقول لي المسألة هادهكني اض品نا كم دالة أحطونا ثلاث ذوال احطوا ايش ثلاث ذوال ايش اللي مطلوب اللي مطلوب اننا نرسم هادول الثلاث ذوال في نفس النطاق في نفس ايش النطاق طيب يشوف كيف راح نرسم هادول اوكي نشوف كيف رح نرسم هادول في نفس ايش طب ايش رح نعمل نكتب الامر تبعي بلوت اوكي هذا الامر تبعي بلوت داخل البلوت اول خطوة رح اعمل اقولنا رح نكتب ايش الدالة بس هنا عندنا اكثر من دالة لذلك رح نفتح الكير لبراكتز دايما بنكون عندنا عنصرين في اكثر فلازم نفتح ايش لازم نشتغلهم داخل الكير لبراكتز اوكي طيب الاولى ايش عندنا اا طب يا جماعة انا في مثال في مثال قبل هاد بس بف مشكلة رح نشتغل هذا المثال وانزل هذا المثال تحت اوكي فانا في مثال ناسيا فرح اخلص هاد ورح انزل هاد بعد هاد ونشتغله اوكي طب ثلاث عندنا ساين اوكي ساين اكس كوما الدالة اللي بعدها ايش كوساين كوساين اكس والدالة اللي بعدها ايش اكسبونانشيال اوكي اكسبونانشيال اكس اوكي اكسبونانشيال اكس وبكده مكون خلصنا من كتابة الفانكشن تبعنا اوكي بعد كده ايش عندنا حكوننا بنفس النطاق في نفس ايش النطاق معناه رح نكتب المتغير تبع والنطاق تبعي ايش هو ماينس تو باي ماينس تو باي اوكي كوما الى تو باي الى تو ايش باي ورح اسكن الكيرل براكتس وعمل شفتي ان انتر الان شايفين ايش صار معي هدول الساين اوكي والكوساين وهادي ايش الاكسبونانشيال وهادي ايش الاكسبونانشيال شايفين ايش صار معي الان رسمني الثلاث دوال بنفس النطاق الثلاث دوال في نفس ايش في نفس الرسم وفي نفس ايش النطاق في نفس ايش النطاق طيب الان رح ااخد هذا اوكي رح اسحب هذا في الاخر خالص عشان اشتغل هذا المثال اللي انا كنت نسيته طيب المثال ايش يقول لي عزينا ارصب ساين وان اوفر اكس لها نقطة شاذة لها نقطة شاذة اللي هي ايش عندها اكس تساوي زيرو عندها اكس تساوي ايش زيرو طيب ايش رح نعمل plot اوكي plot وبعدك رح نكتب الدالة تبعنا اللي هي sine 1 over x 1 over x 1 over x شوفوا اين انا ايش كتبتها الاقواص تبعي خطأ اكي الاقواص تبع مفترض تكون ايش square مو سيركل اوكي بعد كده ايش رح اكتب رح اكتب الدالة تبعي الدالة تبعي هي ايش المتصور المتغير تبع والنطاق تبعي قل الشاذة عندها الاكس تساوي زيرو معناها انا ممكن اخذ الفترة من وين من ماينوس ون الى ون اوكي النطاق تبعي رح يصير من ماينوس ون الى ون ورح اعمل shift and enter shift and enter شايفين ايش احطانا عنده الزيرو اوكي شايفين ايش احطانا عنده الزيرو لانه حكينا ايش نقطة شاذة عند الاكس تساوي ايش زيرو وهات هو رسمة ايش السايم من ماينوس ون ابتو ايش ون من ماينوس ون ابتو ون لو ملاحظين بكل الامثلة السابقة ايش كنا نعمل نكتب نحطيه الامر اوكي نكتب الدالة ونكتب النطاق طبعا نحطيه الامر وهو بحطينا ايش الرسمة اوتوماتيك اوكي فمن غير ما احنا نضيف له خيارات اوكي نضيف له ايش اي خيارات فالان احنا ممكن ايش ممكن انه هاد الرسم نحنا نحطيه الخيارات اللي عايزين الرسمة تخرج عليها اوكي فممكن نكون ايش عندنا اوبشنز هيكون عندنا ايش اوبشنز نشوف كيف رح نستخدم هذا رح نستخدم هاد اول شي عندنا عدة قيم اول شي اذا كتبنا اوتوماتيك بيعني ايش بيعني انه الاختيار يكون وفقا لا اسلوب الماثماتيكة زي ما احنا الآن فقط احتيناه الدال احتيناه النقاط احتيناه الامر مباشرة احطان الرسم اوكي اذا كتبت له اول معناه اعمل كل ما هو متاح في برنامج الماثماتيكة في هذا الاختيار اوكي نن معناه ما تستخدم اي شي متاح في برنامج الماثماتيكة ترو يعني نفذ الاختيار وفالس يعني لا تنفذ هذا الاختيار اوكي لا تنفذ ايش هذا ايش الاختيار طب بالنسبة لي اذا انا اخترت اختيارات خاصة بالنسبة لي ايش بعمل عندي حاجة اسمها اوبيشن فانكشن اوكي اوبيشن ايش فانكشن لشان انا تعرف عليها اوكي كيف انا رح استخدمها اللي هي بامر اسمه ايش set Option امر ايش يسمه set Option طيب ايش set Option رح اكتبها ال Function تبعي اوكي وال Name والقيم اللي انا حب ادخله القيم اللي هي ايش اللي اخدناه بشوية اللي هي Automatic All None False True اوكي فهذه ايش يسمع هذه اسمها ال Value هذه اسمها ايش ال Value طب الآن في الجدول هاد في الجدول هذا عندنا عدة options اوكي عندنا عدة ايش اوشن بالنسبة لي الرسم طيب اول اول شي عندنا ايش في الكولومي الاول قال لي قيم اخرى للاختيارات يعني اشياء الثانية اوكي وظيفة الاختيار واسم الاختيار وقيمته الفعالة طب بالنسبة لي قيم الاختيار قال لي تكتب ببلوت اوكي بلوت رينج وبعدينك القيم الواي الميليمم والماكس اوكي وبعدين البلوت رينج ممكن اكتب الميليمم والاكس ماكس اللي هو النطاق طبيعي اوكي وبعد كده ممكن ايش اكتب اوكي اكتب الواي ميليم والواي ماكس وعمله ايش البلوت رينج اللي هو الال اوكي الال يعني نفس جميع الاختيارات نفس جميع ايش الاختيارات الاسم الاختيار اللي هو ايش بلوت رينج اوتوماتيك بلوت رينج ايش طيب عندنا ايش plot label اللي هو كتابة عنوان الرسم عندنا frame false يعني امكانية عمل اطار حول الرسم اوكي frame true يعني نفذ frame false يعني لا تنفذ صحيح طيب عندنا axis origin اللي هو نقطة الاصل تبعنا تحديد نقطة ايش الاصل تبعنا هذا هو الامر تبعنا اللي احنا بنستخدم اللي هو axis origin اوكي بعدينك x0 y0 طيب عندنا الaxis automatic اللي هو رسم محاور الاحداثيات اذا حكينا له axis non معناها انه لا ترسم لا ترسم هذي محاور لي الاحداثيات الaxis label non اوكي معناها كتابة عنوين على المحاور اذا حكيك له انه رحل هذي هاي الطريقة اللي انا بكتف فيها اوكي الaxis label والy label هذي الاشياء طيب الgrade line non معناها العمل رسم الشبكي يحتوي بداخله الرسم الامر تبعي ايش رح اكتب great line automatic great line ايش automatic طيب عندنا خيارات تانية اللي هو aspect ratio اللي هو بالنسبة لي هذا one of golden ratio اللي هو تمثيل نسبة واجهة الرسم كويس وهي الارتفاع والعرض انا حدد ارتفاع وكم والعرض تبعي كام هذه هي القيم اللي انا بستخدمها اوكي ممكن انا استخدم ايش هادي ايش القيم طيب عندنا ترقيم المحاور اوكي ترقيم المحاور هو اوكي ترقيم المحاور وهذا انا الطريقة اللي لو انا عايزة مش مايرقب المحاور بكتب له ايش تكس نان يعني عدم ترقيم او اوتوماتيك ترقيم محور ال اكس فقط او او اوتوماتيك بالنسبة للا او اوتوماتيك معناه ترقيم محور ال واي فقط اوكي طيب بالنسبة للبلوت بوينتس اوكي اختيار عدد ان يمثل عدد النقاط في العينة اوكي كل هذا عملية راح يبال لنا اكثر اوكي عندنا الماكس بيند اللي هو اختيار ان يمثل اكبر زاوية التواء اوكي والبلوت ديفيجن بالنسبة اكبر معامل يتم تقسيم الفترة عليه يعني الفتره انه عائز اتقسم من كم الى كم اوكي والباككراوند اللي هو اختيار خلفية الرسم والالتيرة اللي هو هنا هو اصهار رسمي للدالا ، اصهار ايش ، رسم الدالا هدول الاوامر اللي انا باستخدمن هدول الاوامر اللي انا باستخدمن إيش اذا اية ا вли طب الآن هدول الأمثلة هدول الأمثلة رح نطبيقهم على الجدول اللي أخذنا من شوية هذي الأمثلة تطبيق عليه هذي الأمثلة إيش تطبيق عليه طب الآن أول مثال إيش عندي رح أرسم الدالة هذي فقط أضيف الأمر زي من الطريقة اللي اشتغلنا لبيها من شوية بعد كده نشوف إذا إحنا ضفنا لأوبشنس معين كيف رح تصير طيب القمر تبعي بلوت بعد ذلك إيش رح أعمل الدالة تبعي اللي هي ساين ساين إيش ساين إكس سكوير وحكينا رح نعمل كومة ورح نعمل الكيرل براكتز الدالة تبعي وبعد ذلك النطاق تبعي ماينس باي ماينس باي وبي ماينس باي وبي طيب رح أعمل شفتي آن انتر هذ هي أنا فقط أحطيته الأمر وأحطيته إيش النطاق تبعي ورسملي هذي الرسمة نفسها رح نشتغل رح نضيف عليها اوبشنس رح نضيف عليها إيش اوبشنس طيب أول شي عندنا أول شي عندنا حكوننا وضع عنوين أوكي عايزين إيش وضع العنوان X axis والY axis والY axis نشوف كيف رح نشتغل هذي طيب إيش رح نعمل أوكي رح إيش نعمل قال وضع العنوان X axis على المحور الأفقي والعنوان Y axis على المحور الرأسي شوفوا كيف رح نكتب رح نكتب بلوت أوكي بلوت طيب داخل البلوت إيش عندنا الدالة تبعنا الدالة إيش تبعنا ساين أوكي ساين X square أوكي ساين X إيش إيش سكوير طيب بعد كده إيش عندنا المتغير والنطاق المتغير والنطاق طبع النطاق طبع اللي هو كان minus by by minus by أوكي كوما by كوما إيش by طيب بعد كده نشوف الأوبشن اللي إحنا حابين إننا ندخله أول شي عايزين نضع عنوان عايزين نضع إيش عنوان شوفوا الأمر اللي رح نستخدم الأمر إيش إسمه axis أوكي آه label أوكي axis الأ capital أوكي وهادي إيش أنا عملت l a l a b e l أوكي الأ capital أوكي طيب تقول إلى تقول إلى حكينا تقول إلى بنعمل علامة الماينوس وعلامة الأكبر من أوكي رح نسمي العناوين تبعنا بالكيرل براكتز قال لي سمي إيش المحاورة l a x axis شايفين حرف الطا في حرف الطا عندنا هذا ال الرمض أوكي اللي هو إيش رح نعمل l a x آه فاصلة axis أوكي أسميه المحور x أوكي طيب بعد كده إيش عندنا وال y أوكي بعد كده رح نسمي ال y وقال لسمي إيش y أوكي y سوري هنا أنا سيأنا إنه أسكر هذول أوكي أوكي y a x axis أوكي خلص أنا خلصت إيش عملت تعرفت المحاور l x وال y l x h وال y ضل عندي شيء ما في شيء رح عمل شفتي آن انتر طب وين وين الخطأ تبعي طيب هذي ليش طيب نشوف وين ليش طيب الخطأ هنا إيش أنا كاتبة l a capital أوكي سوري أنا هنا كاتبة l a capital هنا كاتبة إيش l a capital لذلك جاتني إيش الأخطاء طبعنا الأخطاء طبعنا من وين من وينه أنا كاتبة إيش كمثل كاتبة إيش كمثل لذلك جانا خطأ هنا لذلك جانا إيش طب رح نعمل إيش shift and enter shift and enter شايفين إيش طلع معي سمال المحاور ثبع سمال إيش المحاور ثبع اللي هو l x axis وال y axis أوكي طيب اللي بعدها إيش فيه رسم الدالة أوكي نفس الدالة تبعنا بسأ إيش عايزين عايزين نحزف المحاور عايزين نحزف إيش المحاور أنا إيش رح أعمل رح أخذ معي نفس الأمر تبعي تبع الدالة الأولى أوكي هذا رح أعمل له copy ونغير فقط بالoption تبعه رح نغير فقط إيش بالoption طيب قال لي هنا إيش عايزين نعمل نحزف المحاور طيب يشوف كيف رح نحزف المحاور أوكي sorry رح نعمل الآن من غير إيش محاور تحزفت من عندي إيش المحاور طيب اللي بعده إيش طالب مني اللي بعده طالب مني نقطة الأصل أوكي رسم الدالة نفسها وإنه نجعل نقطة الأصل هي نقطة 0 minus by 0 minus by h 0 نفس الأمر تبعنا أوكي رح نشوف الoption اللي إحنا رح نضيفه رح نضيف إيش حكينا إنه لنقطة الأصل هادول كلهم يا جماعة الأوامر هادية موجودة بالجدولين اللي أخذناه بين جزئية النظرية أخذنا الجدولين هادول الأوامر موجودة اللي هو axis origin يقول إلى إيش حكولي minus by أوكي طيب إحنا ليش ما نستخدم هداك المرة أخذنا إنه نحن عندنا هنا أوامر في basic math assistance صح طب أنا رح أكتب minus أوكي وأخذ من هنا by أوكي وبعدين أعمل كوما إلى 0 إلى إيش 0 رح أعمل shift and enter shift and enter شايفين إيش شايفين الرسم خلوني أرجع لكم للجزء الأول شايفين كيف كالشكل الرسمي تبعنا أوكي الآن إيش صار الآن حكينا من وين من نقطة الأصل تبعنا minus by 0 شايفين كيف صار عندي الرسم شايفين كيف يتغير عندي أوكي باك background وقلنا هدول كل الأوامر موجودة بالجدولين طيب الرماد إيش اسمه هو gray صحيح اللي هو a a y أوكي level أوكي gray level طيب كم 0.5 0.8 إنت ممكن تختار أي هذه النسبة مو نسبة ثابتة يعني 0.5 اللي أنا كتبت ممكن تختب 0.3 0.2 أو لا النسبة اللي أنت بتشوف الدرجة اللي أنت عايز درجة الرماد اللي اللي أنت عايز أوكي درجة اللون هادي إنت تختار أوكي إنت تختار الدرجة اللي أنت عايز يعني هذا مش ثابت يعني 0.5 أوكي رح أعمل shift an enter شايفين إيش صار معي طيب إذا غيرت هذه 0.3 أوكي ورح أعمل shift an enter شايفين كيف اللون صار معي يعني هادي الدرجة إنت اللي بتختار هادي الدرجة إنت إيش اللي بتختار طيب إذا عملت 0.8 رح أعمل shift an enter شايفين كيف صار معي كل ما أقل الرقم التزليل بيزيد وكل ما إنه زاد الرقم بيخف اللون بيخف إيش اللون تبعي الآن إيش أضفت background الآن في البداية أضفنا المحاور عرفنا كيف نضيف أسماء المحاور تبعنا صحيح أوكي عرفنا كيف نضيف أسماء المحاور كيف نحزف المحاور كيف إنه نحن نجعل نقطة الأصل تبعنا نختار إيش عايزين نقطة الأصل البداية إيش أوكي بداية الرسم من وين يبدأ أوكي جعل الخلفية أي لون أنت عايز اللون اللي أنت عايز أوكي أي لون أنت إيش عايز طيب السؤال اللي بعده إيش يقول لي السؤال اللي بعده نفس نفس الشكل رح ناخد نفس الأمر أوكي بس نشوف الـ option تبعنا الـ option تبعنا قال لي رسم الدالة في الفترة كده وفي المدى من 0 إلى 1 وكتابة عنوان للمحاور حكينا المدى إيش بلوت أوكي range بلوت range هذا المدى هذا المدى إيش تبعي المدى تبعي قال لي إيش 0 1 0 إيش 1 0 1 أوكي هذا المدى تبعي بعدك رح أعمل كما أوكي بعد كده قال كتابة عنوان على الرصد كتابة العنوان حكينا اللي هو بلوت label أوكي بلوت سوري L capital أوكي طيب إيش عايزين نسميه أوكي ما تنسى الشفتي مع حرف الطا الشفتي مع حرف إيش الطا عايزين نسميه graph أوكي graph إيش graph sine قال لي سميه إيش graph sine مثلا graph sine sine إيش X square طيب هذا الإسم إنت تختار الإسم اللي إنت عايز يعني أيضا هذا موش ثابت أوكي إنت تختار إسم بالنسبة لي الرسمة تبعك أوكي رح عمل shift وحرف الطا رح عمل shift وإيش وحرف وعمل shift and enter shift and enter للآن شايفين إيش صار معي أوكي شايفين إيش صار معي بالنسبة لي هاد من minus by إلى by والمدى تبعي من 0 إلى الواحد أوكي من 0 إلى صحيح قول ما تكتب المدى معنى أنت عايز عناصر y axis أوكي اللي هو المحور y طيب الاسمي بالنسبة للرسم إيش حكينا graph sign هذا هو graph sign square graph sign square طيب لو عملنا كده إيش رح يصير معي ما في مشكلة اللي هو graph sine square graph sign square أوكي الآن عرف شفتوا كيف عملنا اسم للمحاور تبعنا وإنه أنا خليت الخليت الواي تبعي يكون عنده نطاق محدد مدى محدد أوكي range محدد أوكي طيب نشوف اللي بعد إيش مطلوب من عندنا اللي بعد إيش قال لي اللي بعد قال لي عايز إطار أوكي في الفترة كده ما عمل إطار خارج حول الرسم وكتابة عنوان على هذا الإطار طيب إطار خارجي الإطار الأمر تبعنا frame أوكي الأمر تبعنا إيش frame طيب frame يعني حكينا frame وبعدين إيش بتحكيله pro pro يعني نفذ أوكي pro يعني إيش نفذ طيب وقال لي أحطي الإطار هذا اسم معنا رح أطلق إيش frame frame label أوكي قال لي أحطيه إيش أحطيه إسم أحطيه إيش إسم طيب أنا إيش رح أحطيه الإسم تبعي رح أسميه بنفس الطريقة graph أوكي رح أسميه graph of sine sine h square sine h square إنت أطلق الإسم اللي إنت عايزه أوكي ممكن تطلق الإسم اللي إنت إيش عايزه رح أعمل shift وحرف وحرف وعمل shift وenter شايفين إيش صار معي صار معي إطار صار معي إطار للرسم أوكي وبعدين اسم الإطار اسم للإطار اللي هو graph of كذا أوكي صار معي اسم للإطار طب إيش اللي بعده اللي بعده طالب مني إني أعمل شبكة إني أعمل إيش شبكة طيب هذا هو الأمر تبعي نفسه رح أعمل إيش شبكة طيب الأمر تبعي الشبكة اللي هو great line أوكي شكلي أنا غلطانة g-r-i-d صحيح lines أوكي great lines اللي هو أنا عايزة أعمل إيش شبكة عايزة أعمل إيش شبكة وحكيت إيش بكتب automatic أوكي automatic بعدك رح أعمل shift and enter شايفين إيش صار معي شبكة صار معي إيش شبكة بالنسبة لي الرسمة صار معي شبكة بالنسبة لي الرسمة طب وحشوفكم بالفيديو القادم بإذن الله تعالى بمزيد من الأوامر والتطبيقات والسلام عليكم ورحمة الله